شيخنا الحقيقة هذه النقطة تحديدا مسألة هل يجب على الزوجة أن تقوم بأعمال المنزل أم أن هذا الأمر تفضولا منها وانتشر الحديث عنها خلال الأيام الماضية نريد منك جوابا عن هذا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد المشكلة في تناول هذه القضايا أن الذي يتناولها ليس من أهل العلم والفقه إنما يتناولها أهل التريند والشير واللايك وأهل السوشيال ميديا ويذهب البعض إلى كتب الفقهاء أو رأي الفقهاء ومثل هذه القضايا أيضا لا تؤخذ من كتب الفقه وحدها إن كتب الفقه السستاري كما يعلم المشاهدون الكرام هي كتب أشبه بكتب القانون يعني كل الكتب الوراء هذه كتب فقه معنية بإيه؟ معنية بماذا تصح العبادة مثلا؟ يعني شروط صحة الصلاة فيقول لك اللي هو زي المهندس البناء بتاع الصلاة نفسها الصلاة بماذا تصح؟ فيقول لك إن هي والتكبير والرقوع والسجود وتلقى تمام طيب لن تجد فيها الخشوع لن تجد فيها من مبطلات الصلاة الرياء لإني مش معنى أنه مغفلها هو ده مش ده الكتب اللي بتتناول المسألة دي دي اللي حصل إني كان الأول كتب الفقه بتتناول الأمرين اللي هو الفقه بمعنى العام لقوم يفطهون اللي هو التقه بمعنى القرآني اللي هو الجامع بين الشكل المظهر والمخبر الشكل والجوهر لكن حينما جاء التخصص بدأ يكون كتب تنفصل فيبقى كتب الفقه معنية بصحة العباد شكلا ولكن الشكل معناه يعني عدم إهمية لا لو مهم ولذلك تقسم نوعين قضاءا ودياناتا يعني دي مهم مشرحها عشان نعرف مين الغلط اللي بيجي عنده يهبده في قضايا المرأة والرجل الفيمينيست والذكوريين وكلاهما ليسوا أهل علم يعني إيه جيانة وقضاءا يعني النهاردة لو أنا وده اللي النبي على السلسل قاله في حديث صحيح قال لإني إنما أنا بشر أقضي كما يقضي البشر فأيما أحد اقتطع ولعل بعضكم ألحن في الحجة عن بعض واحد عنده حجة واحد ضعيف الحجة فمن اقتطعت له شيئا من أخيه فإنما اقتطع له شيئا قطعة من النار لما يجي القاضي النهاردة يهموا الأوراق الشهود الإثبتات طب لو أنا أثبت بشهود زور لأوراق وخصم ضعيف والقاضي حكى مليء بهذا الأمر والقاضي ما يعرفش من الحصاح والغلط هنا الحكم إيه قضاءا الحاجات دي أنا امتلكتها ديانة أنا حرام أنا قلت حرام يعرفنا الفرق جاي من إيه؟ إن يا جماعة في فرق بين المعاملة مع العقود واللي منها عقد الزواب اللي بتعامل من باب الحق والواجب والحق العدل والفضل الحياة الزوبية مش ممنية على عدل العدل بنتكلم عنه لما نيجي نتخالق لما نيجي نتطلق حق وحقك الأيمة البيت الأساسي العزال منها يربي النافئة كام إنما الحال زوالي بتبينيش على كده وإلا نفس الحالة دي عشان راسي نصدم الجماعة بتوع طبعا راي الفقاه هقوله بالمناسبة الراسي بقولي المقدمة دي ليه؟ من أميات الخلل والمصيبة في اللي بيعتنهم الأضايا دي بيجيبوا منين المساكل وظم جهلة تلاقي اللي رفع شعار لا أو لا تخدم زوجك ولا تملك ببيت شيء ولا تعملي ولا تخبخي ولا تخبخ مصي أغلبهن دون ذكر لتواصيل بتبقى مش باكرة في حياتها الزوجية طب بتصدر مشكلتها للعالم وتفتع على الناس نفس الحالة تلاقي بعد ذكور يعني يقولك ولا بد والتعدد أنت متجوز فالح في حياتك لا مطلق ومش فالح طبعا أنت مش حالة تقيم بيت واحد بتدعي الناس التعدد بتاعيه نفس الحالة أنت مش نفعة كزوجة ليه تحيلي بعض حياتك أو ضرورتك الشخصية إلى أنه يبقى نموذج للناس ده خلل بيحصل في أضايع المرأة اللي بتصدر لنا زي لما تقالك العمر في الأسرة ده خبرة الغرب الغرب هو اللي عنده العمر في الأسرة احنا ما عندناش كلام ده في الإسلام ونا المسلمين فليه بل نجيب مشاكل الآخرين نصدرها في بلادنا قضية خدمة الزوجة والزوج لبعض اللي بيبصلها من اللي الفقهاء قالك لا إنه لا يجب طب حلو كمل بقى خد الخط على استقامته ليه قاله لا يجب الستات الفيمينست الأفاضل لرفعين شعار لا يجب خدمة الزوجة علم وكمانه لك ولا خدمة أهله تمام طيب ليه لأنه لأن الزواج عقل استمتاع إيه هنا بقى الأخط الفيمينست لا إحنا مش متعب طيب هو أصلا الفقهاء قاله ده لأنه عقل اتعاملوا مع النص على أنه عقل بالزواج زوجته قابلته والفقهاء أصدر قاله إيه إن المرأة مش من حقيقة تشتكل إذا هجرها الزوج أو لم يجمعها إلا مع دربع شهور لها كل أربع شهور جمع مر ده الشهور اللي بيتطلقه إنما شرعا لا لها حق الإشباع ولها حق كده ده هو الحق الشرعي ولا تنسوا الفضل بينكم لما تدخل الشق القانوني على الشق الشرعي هنخلط الزيت بالمية ما يجمعوش مع بعض لازم تجنبهم صح إنما ما تليجي النهاردة ده ليه حق يتكلم وقول والله الفقه قال وكذا طيب القصة الفقهاء اختر منهم يقال إنه لا تجد الخدمة لأنه ده عقل والعقل ده ما اخترتش الكلام نظر للزواج ونقول لا لا يا جماعة نشوف العرف يقول إيه اللي جاية من بيت طراء وخدم وحشم طبيعي إنت رايح تتجوز بنت فلان الفلاني إنت رايح لي بيت عارفه ومين فراح تدفع معه يتناسب مع العز والجاهب رايح تناسبه فإذا بتقل جوابك هنا بقى مش هيدخل لي وحبين فاسفة بذات الدين إحنا هنا مش بنتكلم في شروط الأخلاق ولكن بنتكلم في شروط العقل إنت رايح تتجوز بنت فلان وهيناء إن الأغنية اللي زيه زات الدين يسيه لا زعلش نفسه هنا إلا يشترط واحدة بيت وحشم وخدم حتى يخذها البيت طبيعي بيتك هيبقى بيت خدم وحشم فخلاص عندها اللي يخدمها وعندها السواء والعربية والدنيا طيب إنت رايح خدت واحدة على قد حالك زي الفقر مش عيب ولا الغينة مشكلة أنا بقول بس إن العرف هنا الفقاء ألو طيب هي عارفة بما تروح بيتك إننا عنديك ولا خدم ولا هي بيت أبوها اتخدمت ولا خدم ولا حشم خلاص غات من بيت أبوها إلى بيت الزوج اللي شافت أمها وأهليها بيتعمل مع نوع بيتعمل وكم من بيوت أثرياء يأبونا إني اللي يطبخ إلا الموع نفسك يا جوزي ما كنتش أنا بيقين فإذن القصة هنا الراجح في الأمر مدني على العرب لإن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سيدة فاطمة جاءت تشك وإن الرح بيتعمل إداء ودي بنت مين بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجة علينا بطالب ما قال لاش لا من حق حقك ويجب لك خدامة ومش عام به نصلى يكون جوزي سيد سيده لا علمها دعاء وعلمها إيه اللي يعمله السيدنا علي في خارج البيت وإيه اللي هو إيه بتعمله جوه البيت وعلمها ذكر يعينها على هذه المشاكل سيدة أسماء ذكر الصديق بنت مين بنت موجر الصديق اللي أعتق عبيد ورقيق وعنده المال بس لما تزوجت تزوجت صحابي فقير إثنو الزبال ابن العوان رأاها النبي صلى الله عليه وسلم بخاري وتحمل النوى على رأسها شايل النوى النوى بتاع البلح ده فعلم للفرس بتاعه ولقيها النبي صلى الله عليه تحمل على رأسها فكان ركيبا ناقته فأناق للناقة صحيح يعني فالكبية قالت يا رسولة تعلم ما في الزبير من غيرها الزبير غيور يعني شيء لو عرف كيف تأي يدائي لكن من لتب يعلم الفرس أسماء بنت مين من تراحب أعتق بالأهل وأعتق زنيرة وأعتق عدد من يعني عنده فلوس عنده هي راعة ظروف الزب ما رأيش بقى فيه حق والله ما عليش أنا جاي من بيت ما تجيش تبقى دين هنا العرف بيحكم بين الناس العرف لإني لما ننخل المسائل القنصة هنا ده الخطأ زيك لما بيجينا في البرنامج هنا أسئلة وتقول لك وزود ويقول لي أخدم أمه طب السؤال بعيد عن الفقه قال إيه والمشاكل قاله إيه لو مرأت أخوكي ما تتقدمتش أمك هتعمل فيها إيه لو إيه بتيلة هتجي بيها من شعره وهتقول لي قالت الأصل واللي جبناها واللي عملنا طب اشمعنا يا جماعة يعني عايزين أم الزبت المفض أم الزبت أم الزبت أقول له يا أمي وأبوه يا أبي ده دون محرمين تحريم أبدي يعني أب وأمي بمعنى الكلمة أبوك و أمك إذن هلأ الأضايا اللي زي يدي ما بينفعش يرفع فيها شعار لا ماذا لي وماذا عليه سيدنا عمرو الخطار لما راح له واحد عاز يطلق مرات وقال له لأه ما بقيتش حبه هم حباب كده حبه تتوير وقال وهل على الحب واحدة وتبنا البيوت لو هنعيش من النهاردة حبيت وكره هنطلق يجد أبا تلاف مرة في اليوم ليش كده الشيطان بيدخل كثيرا إنما المسألة بتدور يوها عاش رونا بالمعروف ولا هننا كلها اللي علينا بالمعروف ولا جعل لإننا ضرتة ليه اللي خلى النبي على صدق صدق لما تموت خديجة رضي الله عنها يتبح ويقول أعطي صديقة خديجة ليه كانت تزورنا أيام خديجة من حقيقة بقى من الميت ده الحق الفضل الوفاء دي معاني ما بيجيش بالقانون ما بيجيش بالعقود ما ينفعش هول في العقل والله شخصم والله أنا أصبر عن حب بواحد من ثلاثة طب نعم نعم تزورة الشيكي